اليوم حلقتنا عن نوع محدد من أنواع الجولفش اللي هو السمك الفانسي جولفش هذا السمك الفاخر المزغرف بالذيل الطويل طبعا نحن صعب نحدد الفانسي جولفش بشكل واحد ونقول بأنه هي هاي سمكة الفانسي جولفش لكن هذا السمك يجيب ألوان وأشكال متحددة لكن دعنا نقول سمك الفانسي هو السمك اللي يكون بذيل طويل ويكون جسمه مدور طبعا دائما نلاحظ المربين الأسماك ينجذبون ويحبون شراء هذا النوع من الأسماك بسبب شكلها الجميل صراحة أسعارها عادة ما تكون أسعار غالية عادة ما تكون أسعارها في متناول اليد خصوصا للأسماك اللي تكون صغيرة بالعمر أهلا وسهلا بكم بالقناة الأخوة اللي ما مشتركين بالقناة ياريت يشتركوني فيها على زر الجرس على ما بيوصلهم لكل جديد وياريت يحطون لايك أو كومند على ما بود على الأقل أعرف بأنه هذا المحتوى ديفيدكم أو دا تستفادوا من عدة اليوم راح أشرح النقاط اللي أنت كمربي تحتاجها من أجل أن تربي هذا النوع من الأسماك ومن أجل أن تنتقل من مربي مبتدئ إلى مربي محترف تعرف تربي هذا النوع من الأسماك لأنه صراحة سمك الجولدفش يحتاج إلى مربي محترف وليس إلى سمك مبتدئ ممكن أن تنتهي رحلة تربيته لأسماك بموت هذا الأسماك لسامح الله راح نحكي اليوم على قواعد رئيسية وهذه القواعد طبعا تختلف من مربي إلى آخر كل مربي يقول لك أكو هاي القواعد قد تختلف بين هذا المربي إلى المربي الآخر لكن هي على الأغلب هي نظرة عامة وهناك اختلافات بسيطة هاي طبعا هي من القواعد هي من تجربتي الخاصة أو من خلال تجارب سامحها ومن خلال تجارب زوائنهم أنا أعرفهم سمك الفانسي جولدفش بشكلها اللي نشوفها بالأسواق بالحقيقة هي سمكة غير موجودة بالطبيعة هي من الأسماك اللي حجنها الإنسان وكاثرها بطريقة معينة ومع أنواع مختلفة من الأسماك وطلعتنا بهذا الشكل المميز والجميل الطرف المقابل للأسف هي من أكثر الأسماك التي يساء التعامل معها هي من أكثر الأسماك التي تتعرض إلى ظروف هي تختلف عن ظروف اللي تريدها هاي السمكة بسبب عدم المعرفة الكاملة للمربين هذه الأسماك هذه الأسماك اللي نشوفها بالمحلات بيع الأسماك هي من الأسماك هي عمر صغير أو بيبي فش بالحقيقة هذه الأسماك هي تكبر وتنمو بعمر أكثر بكثير من ما نشوفها ونحن بمحلات بيع الأسماك هذه الأسماك ممكن أن نتعيش إلى عمر عشرين سنة وهذه السمكة ممكن أن نتوصل إلى طول يوصل إلى عشرين سنتيم طبعا هاي إحنا ذا نحتي على ظروف مميزة واستثنائية في الأحواض لكن العمر اللي ممكن أن نتعيش بالأحواض أو معدل العمر قد يصل بين الستة إلى ثمانة سنوات فيرجع وأقول بأن الأسماك اللي نشوفها بمحلات بيع الأسماك هي صراحة أسماك صغيرة أو أفراخ ومن مميزات هذه السمكة حتى أفراخها يكبرون بسرعة فأنت تشوف بأن عمر هاي السمكة بالمحلات هي عبارة عن شهور لذلك أنت يجب أن تخلي ببالك مقارنة بقياس حجم هاي السمكة يجب أن تخلي ببالك بأنه أنت يجب أن تربيها بحوض كبير مو حوض صغير ولا الحوض الدائري أو يسمى الدورق هذه الأحواض غير مناسبة لتربية سمك القولفش نرجع إلى سمكة القواعد يعني سمكة القولفش تحتاج إلى قياس حوض كبير قياس الحوض لكل سمكة هو 30 لتر نحن درحش بسمكة مو أفراخ لا سمكة متوسطة في العمر ولكل سمكة إضافية ممكن أن تحطها بالحوض تحتاج إلى 15 لتر إضافي يعني لو أنت كان عندك مثلا دعنا نقول أربع سمكات فأنت عندك 30 زائد 15 فيه ثلاثة 15 فيه ثلاثة 45 زائد 30 تطلع 75 حوض يعرفنا 75 لتر لذلك نحن يجب أن نحط البالنا بأنه قياس الحوض يجب أن يكون كبير لأنه هذه السمكة تحتاج إلى أوكسجين بكميات كبيرة وهاي نوع من السمكة تطرح كميات كبيرة من الفضلات هذه السمكة هي سمكة مو رشيقة بالسباحة حركتها بطيئة لذلك تحتاج إلى حوض نوعا ما بطول ويحتاج إلى حوض بمساحة أكبر بالأعلى يعني شلون مو حوض بارتفاع يعني بعرض أحسن للارتفاع لأنه كلما زاد سطح الماء زادت كمية التبادل في الأكسجين على السطح لأنه لأنه هذه السمكة تستهلك كميات كبيرة من الأكسجين فأنت خلي بالك مو ربي سمكة الفانسي جولدفش اشتري أكبر حوض ممكن أن تقدر أن تشتري من البداية قبل ما تشتري حوض صغير وبعدين وراء فترة قليلة تفكر بتبديله بالنسبة للأكل هذه السمكة تصنف من سمكة يعني تأكل العشاب لذلك أنت يجب أن تفكر بأنه ما تعطيها كميات كبيرة من البروتين يعني أنت ممكن تنطيها حتى الخضروات اللي إحنا نأكلها كبشر اللي هي مثلا عندك الخيس، الإخيار، السبيناغ، البازلة، البازلة وممكن حتى تطيها فواكه، ممكن أن تطيها جزر بس الجزر لازم تفوره بمي حار على مود يكون لين وتقدر أن تبلعها السمكة هذه السمكة كميات مشاكلها بأنه عدها مشاكل أيضية لذلك أنت يجب ما تعطيها الأكل الجافي الموجود بالأسواق يعني الأكل الجافي الموجود والأسواق هو أكلها صحيح موجود تلقي حتى هذا نوع خاص لسمكة القولفش بس أنت لازم هذا الأكل حاول أن تحطه مي على جنب على مود يكون لين وبعدين طيهية لأن هذه السمكة حركتها أولاً بطيئة ودائماً عندها مشاكل أيضية ومشاكل بالحظم لأطيها السمكة أكل زايد عن اللزوم مرتياً وكميات مناسبة يكون ممتاز جداً دائماً أنت تشوفها السمكة هي سمكة تدور عن الأكل وتبحث عن الأكل ومن تتقرب لها سوي لك فتح حركات تبين لك بأنها جوعان لكن هي بالحقيقة تحب تأكل بس أنت لجب أن تتحكم بهذا الموضوع أنت دائماً ما تشوف بأنه هناك سمكة قولفش ضعيفة بالنسبة للأكسيسوريز والديكور اللي تحطها بالحوق يجب أن نتجنب أخوان كل الديكورات اللي تكون بيها زوايا حادة مشاكل هذه الأكسيسورات والديكور تأذي عيونها غالباً تلاحظ بأنه سمكة القولفش هناك يعني تكتلات فوق العين تخلي نظارها مو كلش مضبوط أو ممكن هذه الديكورات ممكن أن نشقق زعالفها وبالتالي تسوي التهابات بالنسبة لأرضية الحوض يفضل بأنه تستخدم التراب أو الرمل تلاحظ بأنه هذه السمكة دائماً ما تنبش بهذا الرمل وتحب تنبش به على مدد تدور على الأكل وتدور على الشغلات البسيطة والنعمة إذا لم تشفت هذا الشيء معناته هاي إشارة أو علامة بأنه هناك مشكلة بالأسماك بالنسبة للأسماك اللي ممكن أن نتعيش مع سمك القولفش أنا نصيحة ونصيحة للمحترفين بأنه أفضل بأنه لا تحط نوع آخر مع سمك الفانسي قولفش حط بس الفانسي قولفش بالحوض ممكن تجيب ألوان مختلفة بس لا تنوع بالأحوال يعني أنا صراحة أقدر أطيكم بس نوعين أنا عن تجربتي ممكن نحط السنيز اللي هي الحلزون وممكن نحط اللي هو السمك البليكو اللي هو هذا السمك الكناس اللي نظف غير هذا السمك غير هالنوعين أنا ما أشوف ينصح به ننجي على موضوع مهم اللي هو الفلترة الماء أنت بالحقيقة بهذا النوع من الأسماع كذلك نواية تربيه يجب أن تستخدم في التريشن سيستيم يكون مضبوط وقياس الفلترة يجب أن يكون خمس مرات بقياس الحوض أنت تلاحظ كمية الفلترة العالية اللي يجب أن تستخدمها مع سمك الجولفش يعني على سبيل المثال لو كان حوضك ستين لتر يعني أنت معناته تحتاج إلى فلتر يفلتر لك ثلاثمائة لتر بالساعة طبعا هذا مهم جدا أخوانا لأنه هذه السمكة تطرح كمية كبيرة من الفضلات وبالتالي تزداد الأمونيا بالحوض لذلك نحتاج إلى هذا النوع من الفلتر الفلتر اللي نحتاجه والمطلوب مع سمك الجولفش يجب أن نشتري فلتر غير اعتيادي فلتر اللي هو يسمى الكانستر فلتر اللي هو به ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي المرحلة الميكانيكية اللي هو يرفع الفضلات الصلبة وطبعا يحسب من جودة الماء وبالمرحلة الثانية اللي هي المرحلة الكيميائية اللي هي يقلل من كميات الأمونيا والنترات والشغلة الثالثة والمرحلة الثالثة اللي هي المرحلة بيولوجية اللي هو يقلل من البكتيريا الضارة ويشاعد البكتيريا النافعة بأنه تنمو وتتكاثر داخل الحوم ذلك احنا يجب أن نفكر بأنه الفلتر اللي تحتاج السماك الجولفش هو عادة نموز فلتر الطبيعي بالأعتيادي بالنسبة للبي اتش البي اتش نسبة بين السبعة إلى سبعة فاصلة ثمانية وممكن أن تصل إلى ثمانية لكن يجب أن لا تقلل عن نسبة السبعة هاي القواعد الأساسية بالنسبة إلى سمك الجولفش أحيانا بعض المربين يشترون فلتر وهو نفس الفلتر هو ينطي هوا لكن أنت بالحقيقة مع سمك الجولفش أنت تحتاج إلى مطور هوا لحالة وهذا مطور الماء يجب أن يكون يعني من تحطه بالماء يجب أن لا يسوي لك حركة أمواج بالماء يجب أن تكون حركة أمواج سريعة يجب أن تكون حركة بطيئة لأنه أنت بحاجة إلى كميات كبيرة من الأكسجين وخلي بالك بأنه مطور الهواء يجب أن ما يطفى طول النهار وهذا يعني مطور الهواء أيضا يساعد على تبريد الماء لذلك يجب أن نخلي بالنا بأن هذه السمكة تحب أن تعيش بالماء البارد درجات الحرارة التي تعيش بها كأقصى هي 24 درجة سيليزية أكثر من هذا الشي يسبب ضغط وستريس على السمكة ويجب أن السمكة لا مرتاحة ودرجات الحرارة يعني كأقل شي أو مخفضة ممكن أن تصل إلى 15 درجة سيليزية أقل من 15 يعني طبعا هي أحيانا قد تصل أقل من 15 لكن نحن نخلي بالنا بأنه 15 هو الحد الأدنى ممكن أقل من هذا يكون فد ردة فعل سلبية وعكسية على صحة الأسماك بالنسبة للدرجة الأعالية هي أكثر من 24 قلنا بأنه موزيا إذا ارتفعت فوق الـ 24 يجب أن تخلي بالك في الطريقة كيف تبرد الماء كأن تحط الحوض في مكان بيه مكيف في فصل الشتاء خاصة بالنسبة إلى موضوع تبديل الماء الدوري أو صيانة حوض طبعا هنا خاصة الآن صيانة دورية لمياه الحوض الخاصة بالغولفوش تختلف عن بقية الإسماكية نحن دائما نقول بالفيديوهات السابقة بأنه نحن نبدل أسبوعيا ربع أو ثلث كمية الحوض هنا أنا صراحة أشوف بأنه أنت حسب الحاجة أنت راقب الحوض راقب كمية الإسماك اللي موجودة في حوضك راقب كمية الفضلات المطروحة قد ما تحتاج إلى صيانة أسبوعية خصوصا مع وجود فلتر بالحجم اللي قلنا قبل شوية أو قد تحتاج أحيانا إلى تبديل ماء مرتيا بالأسبوع ويمكن خمسين بالمية مو مثلا خمس وعشرين بالمية مثل ما ذكرنا قبل قليل سمكة القولفوش أحيانا إذا حطيناها بمكان مو هادئ أو بحركة مياه سريعة تشوف السمكة تأذن نفسها سواء في كورنر زاوية بالحوض أو تشوفها بأنه غير متفاعل فهي معناتها بأنه هي مضايقة من الحركة داخل حركة الماء داخل حوض لذلك هاي نقطة مهمة جدا يجب أن نعرفها هو من الناس دائما ما يقول لك بأنه سمك القولفوش يأكل النباتات الحية طبعا هذا الكلام صحيح بس إحنا عدنا أوبشنات نقدر نحط كم نوع من النباتات كما ما شوفوها بالصورة اللي هي مثلا الهونورت أو الجافا فيرن خصوصا الهونورت هي يعني من النباتات اللي تكون سريعة النمو وسمك الفانسي قولفوش ما يحبه كثير ولا يعكلها فهي ممكن عندك فد أوبشنين ممكن أن تسخدم بحوض الأسماك بس خلي ببالك يجب أن الجذر تثبت بحجر لأنه قلنا الأسماك هي دائما تنبش بالرمال وممكن أن تروح على الجذور وتنبش وممكن أن يأثر على نمو هذه النباتات نحن شون نقل بأنه سمك القولفوش يتحارش بالنباتات الطبيعية اللي موجودة داخل الحوض مثل ما ذكرنا بالبداية بأنه أنت أبدي أنطيها الخضروات من الشغلات الحلوة أيضا بسمك القولفوش هذا السمك خصوصا الأسماك اللي تكون كبيرة بالحجم وتعيش وياك لفترة طويلة وأنت دائما تداريها وتطيها أكل تلاحظ بأنه لهذه الأسماك تقوم تتفاعل وياك خصوصا من تقارب لها من تبدي تطيها أكل تحسها كأنه مو سمكة كبقية الأسماك الاعتيادية تحسها لا نوعا ما سمكة كأنه كلب أو قطة تتفاعل وياك وكل وحدة تلقاعدهم شخصية مختلفة وحدة من عندهم تلقاها حركتها سريعة وتلعب وتتحرك وحدة من عندهم بطيئة وخاملة وحدة من عندهم تحب الرمل وهكذا هذه هي صراحة هذه المعلومات الرئيسية لتربية الأسماك الفانسي جولدفيش بطريقة محترفة بطريقة نتجنب بها مشاكل السمكة اللي هي صراحة مشاكل السمكة هي عن المعلومات الخاطئة عن تربية هذه النوم السمكة إذا احنا اتبعنا الخطوات اللي ذكرناها صراحة حشوف معاك السمكة تكبر وتنمو وما بها أي مشاكل بالعكس هي من الأسماك صراحة المقاومة بس إحنا إذا اتبعنا الخطوات الصحيحة يجب إحنا أيضا كمربين محترفين يجب أن نتعرف على الأمراض وشون نصرف إذا صارت السمكة بها أمراض مثلا عادة من العلامات البارزة هالجولدفيش ممكن أن تطفو أو بالعكس تجلس يعني على قعر الحوض هذا عادة علامة بارزة من علامات المرض عادة ما تكون بكتيريا تسبب بالها مشاكل تسبب بالها تغيير باللون فإحنا لجب أن نحضر العلاج المناسب بنعالجه أخوان هذا كل ما يخص سمك الفانسي جولدفيش أتمنى أن يكون أعجبكم الفيديو استفاديت من المعلومات إذا أعجبكم أي معلومات إضافية كتبوا لي بالتعليقات وأنا أجاوبكم عليهم يعني نرجع ونقول هاي سمكة صراحة من الأسماك الجميلة الحلوة ممكن أن نتعيش معاك لفترة طويلة خلي بالك بأنه حوضك يكون كبير يعني هاي سمكة أكو حتى ضربين بها رقم قياس بأرقام يعني موسوعة قنس أكو سمكة واصلة إلى قياس ثمانية وثلاثين سنتيم في هونغ كونغ مسجلة يعني عالموسوعة فعنا خل نخل نبالنا بأنه تربية هذا النوع من الأسماك بمتطلبات أكثر من بقية الأنواع من الأسماك أو قد تكون مختلفة عن بقية الأنواع من الأسماك لكن بنفس الوقت هذه السمكة سمكة حلوة وجميلة ومميزة أشكر مطابعتكم الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته